أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مقتلى حمزة بن لادن نجل زرعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن وأوضح ترامب أن حمزة بن لادن قتل في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة أفغانستان باكستان وفق ما ذكرت وكالة رويترز هذا وكانت تقارير صحفية أمريكية قد ذكرت في يوليو الماضي أن حمزة قد قتل هذا نقلا عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة